اشتركوا في القناة وتتعامل مع مكاتب في دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية بدعوة أن هؤلاء هم من يتكفلون بتفع التكاليف بعدما تقوم هذه الشركة الوهمية بتسليم الضحايا الطلب الجزائريين المبالغ المالية من العملة الصعبة المدفوعة ليسلمونها بدورهم لهؤلاء في البلد الأجنبي المقصود مخالفة بذلك التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمشاركة مؤثرين معروفين في وسط التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستجرام الذين ساهموا هم أيضا بشكل كبير في الترويج لهذه الشركة الوهمية داخل وخارج الوطن وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول وكذا الضحايا التي دامت حوالي 13 ساعة والتي امددت إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من هذا اليوم أصدر السيد قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهما في الحبس المؤقت وأوامر بالإفراج عن ثلاثة متهمين وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية ومن هذا المنبر أغتنبوا الفرصة من أجل دعوة كل من له معلومة بهذا الخصوص أن يتقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء أو المصالح الأمنية من أجل إفادة التحقيق وكذا الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ في تلقي شكواهم أمام مصالح الضبطية القضائية نظراً لأن هناك العديد من الضحايا والعشرات من الضحايا الذين تعاملوا مع هذه الشركة الوهمية التقدم أمام مكتب السيد قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء من أجل التأسيس كطرف مدني اشتركوا في القناة